البنات أولهم شماتها وأخرتهم حسيدة لما تجيبوا البنت وتخلف البنت بقولوا يا حرام جابت بنت بس لما يكبروا بتكون هي حبيبة إمها وأبوها صباح الخير يعطيكم العافية أمثال شعبية فلسطينية وموجودة في بعض مدن بلاد الشام الحبيبة وموجودة كمان في مصر وبعض المدن في الدول العربية متداولة يوميا خلال حديثنا البيت بيت أبونا وإجوا الغرب يطحونا بنحكي لما بنكون إحنا صحاب المكان وبيجي ضيف تقيل أو حد غريب بتحكم فينا امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة البنت بيضة مثل البفت أما السمراء معلش سمراء بس نغشي وبتغلى غلي يد واحدة ما بتسفق عشان التعاون وبعد ما شاب ودوا الكتاب يعني منعمل الشغلة بعد فوات الأوان رجعت حليمة لعادتها القديمة بنحكيها لشخص عنده عادة سيئة أو سلبية وبيرتركها وبيرجع لها طب الجرعة أمها بتطلع البنت لأمها يا شايفي الطول يا خايب الرجا لما نتأمل من شخص شغلة منيحة ويفشلنا احترنا يا أرعى من فين نبوسك يعني صعب نرضي الشخص المعين أو ممكن نقول له لا عجب وعجب ولا صيام رجب التم المتعوز على خايب الرجا لما حد بيروح بيستعين بشخص تاني وبلاقي إنه حالته أسوأ منه يا ريتك يا أبو زيد ما غزيت منيحكيها للإنسان اللي فشل في عمل معين الأم ورضاها والأخت دعاها فشأة الحية ولا فشأة البنية يعني ما بيصير إنه إحنا نمر عن بنت صغيرة ولازم نقول بسم الله اللي بيقول لمرته يا عورة الناس بتذهب فيها الكورة واللي بيقول لمرته يا هانم الناس بتستناها على السلالم يعني الرجل لازم يحترم زوجته لا جوز بنفع ولا ابن يشفع يعني اعتمد على نفسكه بس اعتمدي على نفسكه بس أبري لمه ولا غير يضمه بتحكيها الست عن زوجها إنه يتوفى لا صمح الله ولا إنه يتزوج باب النجار مخلع يعني لما حدا بيكون بتخصص معين لكن هو مش عامل هاي الشغلة إلو اسكافي حافي والحايك عريان نفس فكرة النجار أكله مرعة وقلة صنعة منحكيها للإنسان الكسول يا رايح كتر منايح منحكيها للضيف لما يكون عنا إنه ما يعمل شغلة تزعلنا قبل ما يروح من كتره هدومه كتره همومه للشخص اللي عنده كتير شغلات وكماليات بتتعبه قاعدة تحت تينتها بتحكي على هينتها منحكيها عن الست اللي بتحكي شوي شوي وبطيقة يا حافر حفرة السوء احفرها على مقاسك بكرة الدنيا بتدور وبتوقع على راسك يعني منحفر حفرة لأخيه أوقعه الله فيها أكلهم تجارة وملبسهم الخسارة للأطفال إنه لازم نهتم بطعامهم إلحق البوم بيدلك على الخراب لما حدا بيأزينا بالنصيحة أعطي الخبز لخبازه ولو أكل نصه يعني ادفع بزيادة للشخص المناسب يعمل لك العمل اللي هو مختص فيه أعزب دهر ولأرمل شهر إذن من طين وإذن من عجين يعني مهما نحكي معاه ما بيسمع النصيحة اسأل مجرب ولا تسأل حكيم التجربة بتعطينا الدرس المناسب اسعى يا عبدي لأسعى معاك يعني عقلها وتوكل آخر العنقود سكر معقود أجرم من عنه يعني أتهرية إجر لقدام وإجر لورا يعني متردد تردد بالعمل إجي كحلها عماها لبحد بتدخل باللي ما إله فيه بيخرب أبو عقلين وإم عقلين للإنسان المتردد ابن بطني بيعرف رطني يعني الولد بيعرف لأمه شو بتقصد الله يرحم جدي مات وهو متغدي بيحكي عن الإنسان الشبعان الأم بتعشش والأب بيطفش لو الحية بتنحط في العب عمره العدو ما بينحب وابن الحلال عندي كروبيبان لما منجيب سيرة حدا وبيجي علينا فجأة من بره دهان ومن جوه سخام ومركبة دراير سار ومركبة سلفات احتار وعقبت عليكم بالعافية وأكيد في أمثال كثيرة حكولنا أنتم من أي بلد وعطونا المثال المشهور في مدينتكم تحياتي يا عريب العزيزي إلى اللقاء